مندوبة عن سمو الأمير علي بن حسين رعاة وزيرة الثقافة هيفاء النجار فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالم السابع عشر للشبيبة الطالبة المسيحية الذي يُعقد في عمان في مركز سيدة السلام طريق المطار بمشاركة رسمية تضم أكثر من مائة عضو من ثلاثين دولة حول العالم بالإضافة إلى الدولة المستضيفة الأردن وفي بداية الجلسة وقف الجميع دقيقة صمت وصلاة من أجل أرواح شهداء غزة تلا ذلك تقديم نبذة عن حركة الشبيبة الطالبة المسيحية من خلال فيديو والتي تأسست عام 1930 في فرنسا وهي منظمة كاثوليكية غير ربحية وغير حكومية تهدف إلى تطوير الذات وإمكانيات الشباب بصورة إيجابية كما تسعى لنشر ثقافة العيش المشترك واحترام الآخر والمشاركة الفاعلة في تطوير المجتمعات بالإضافة إلى تشجيع التواصل بين الدول من خلال تطبيق أنشطة متنوعة حول العالم لبناء السلام والتنمية في شتى المجالات وقد جاء في كلمة الافتتاح أن هذا المؤتمر العالمي بنسخته السابعة عشرة يقام لثاني مرة في دولة عربية وإنه لفخر أن يستضيف أردن السلام والأمان والأخوة والعيش المشترك مؤتمرا يرتكز إلى عدة محاورة تهم الشباب في عالمنا اليوم وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية عرض فيلم عن حركة الشبيبة الطالبة المسيحية هذا وألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من السيد إبراهيم سلم الأمين العام للشبيبة في الأردن أعرض فيها عن مدى فخره لاختيار الأردن كدولة مستضيفة للحدث الأهم على مستوى الشبيبة في العالم كما عبر عن رجائه في أن يزهر نجاح هذا المؤتمر بحلول للمشاكل المطروحة شاكرا كل المساهمين والداعمين لتحضير وتنفيذ وإنجاح هذا المؤتمر ولن تقتصر نتائج هذا المؤتمر على إجابات مكتوبة أو مقرؤة بل لا بد لنا من أن نخرج من هذا المؤتمر بحلول تبصرها الأعين على أرض الواقع لذلك اسمحوا لي في نهاية كلمتي أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم ودعم وساند في التحضير والتنفيذ وإن شاء الله في إنجاح هذا المؤتمر من الأشخاص والجهات والمؤسسات الكنسية والحكومية والمدنية وكل الشكر لكم جميعا بتشريفنا بحضوركم وندعوكم لدعم عمل الشبيبة وللعمل معا يدا بيد لتحقيق حياة أكمل في واقع أجمل لجيل أفضل كما قدمت وزيرة الثقافة هفاء النجار موجزا عن موقف الأردن تجاه التحديات المحيطة به مشيرة إلى أن الأردن يؤمن على الدوام بالحوار المنفتح والمرحب دوما بضيوفه مؤكدة دعم وزارة الثقافة لهذا المؤتمر من خلال تقديم جوقة موزيكا التي رحبت بالوفود المشاركة من دول العالم بفقرة في الكلورية تضمنت مجموعة أغاني وطنية بالإضافة إلى دعاء مرتل لغزة نفتتح بالمحبة ونختتم بالمحبة هذا هو الأردن الحضن الدافئ الحنون الذي يستقبل الجميع بحضنه الدافئ وبمنتهى الحنية والحرية لنتشارك ونختلفة ونتحاورة ونتعاضضة ونتكاتفة ونخرج دائما بأفكار جديدة معا عندما نتحاور وعندما نتحدث وعندما نتعمق في طرح قضيانا بالتأكيد دائما عندما تكون الطاقة الشبابية هذا لا يعني أن الكبير بالسن من أمثالي لا يمكن أن يكون جزء من هذا الحوار ويقدم الجديد فتحملونا يا شباب هو الروح الشبابية التي نريدها وبسعدني وجودي معاكم اليوم ويشرفني جدا أن أنقل لكم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين صاحب السمو الملكي كان بحب يكون موجود معكم ولكنه الآن يناضل مع اتحاد الأردني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمنع إسرائيل من المشاركة في أو طردها بالأحرام من اتحاد العالمي لكرة القدم هذا هو الأردن وهؤلاء هم الهاشميون أرى الطفلة يرنوا لصوب الغروب فيبصر نجماً شديد السطور فيتركوا أن الحياة رجاء وأنا رجاء طريق القلوب إلهي أزل عنا كرب الحروب وآطي الصغار ابتساماً وبحكاً وجدد صفاء القلوب كما ألقيت كلمة السيد نوسينت أودونغو الأمين العام لحركة الشبيبة الطالبة المسيحية العالمية التي أكد فيها على أنه بالالتزام بمحاور المؤتمر سنغدو في عالم مستدام من السلام والعدالة بقيادة شبابية أستمتع بأن المصد daganينة اليوم يستقب في الكثير من بعض الأهمام الكثير من دينامكم الكثير من العالم أحد الواجهين أتبدأ الترذي أعبد من الجديدة nhưng على السلام والذين الaisia كانت تحت جدها ولو أن الفيديو نجدها مجردها أن تكون sean جدها وأن تفهم في الأمين لإنبحارنا كم جدها وفي الأمين المستدعمة في الجديد وأننا نعتقد من الله ونعظمنا من النهارات هو ما يُفرها نهم الى ما يُفرنا فينا لأن يؤمن من التجاه من خلال العالم ويأمن بشأنفها وشأنفها في السمتجاد شركة وعندنا جاء نهم الى ما يُفرنا فينا لذلك، فنحن أن نحن أشعرهم أصدقاء لأن نحن أحضرهم إليه وح 재밌نا ذوي على مجالهم وعبر الأمين العام للشبيبة الطالبة المسيحية في سوريا السيد هادي طنوس عن فخره بهذا التجمع وبشكل خاص لكونه في منطقة الشرق الأوسط كما أشار لضرورة الاستماع للخبرات وتبادل التجارب كونهما الطريق الأجود لمواجهة التحديات العالمية اليوم الكنيسة هي الخط الأول للشباب المسيحي لحتى هنين يكونوا قريبين أكثر للمسيح لحتى هنين يحسوا بدورا أكثر بالمجتمع أكيد كمان الكنيسة هي على تواجه تحديات كبيرة هذا الشيء بيخلينا كلاياتنا نحاول أن نحن نتحد مع بعض لحتى نكون فاعلين بالكنيسة كشبيبة لأنه اليوم الشباب هنين يلي قادرين أنه يعملوا التغيير بالمجتمع حتى بالكنيسة هنين يلي قادرين هنين يلي بيقدروا أنه يهتموا بأدق التفاصيل وأنه هنين يساعدوا وبالتالي كمان الكنيسة بيكون إلى دور مهم بأنه هي تفاعل دور الشباب وتخليهم يحسوا بأهمية الشيء اللي هنين بيعملوه كمان أكيد مهم أنه نحن للشبيبة بالعمر الصغير تكون الكنيسة كمان عم تحاول أنه تقدم لهم الإنجيل بروح مسيحية هي مناسبة لتطورهم ما تكون مثلا طرق جامدة تكون الطرق هي كمان عم تساعد الشبيبة لحتى هنين يحسوا بانتماء أكبر للكنيسة نكون عم نهتم بالتطور الروحي للشبيبة من العمر الصغير بطريقة هي تناسبهم مع التقدم بعمرهم لحتى يكونوا بيوم من الأيام هنين خلينا نقول حجر للأساس يلي عم يساعد الكنيسة لحتى هي تكمل برسالتها والشبيبة حتى يرجعوا يدربوا شبيبات تانية لحتى هنين يكملوا برسالة المسيحية اللي هي رسالة مرينة جدا استمرت على مدى 2000 سنة هي عم تتطور و عم تتغير و عم تتناسب الواقع وهذا الشيء كتير منشوفه بالإنجيل يلي هو بعد 2000 سنة هو كتاب مرين هو كتاب قادر أنه نحن نعمل إسقاط منه على أي شيء بحياتنا نحن نعيشه وبالتالي هذا الشيء لما الشباب بيكونوا قادرين أنه هنين يستوعبوا و يفهموا منيح فهنين بيكونوا قادرين أنه ينقلوا و يطبقوا بحياته هنين بواقع طلابي وركز الدكتور عبد الرحمن الكيلاني عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية في كلمته على التعايش الديني والسلام مشيرا فيها إلى ضرورة جعل الاختلاف حافزا للتقارب والتعاون والتصدي لكل ما يسعى للتفرقة كما ألقى الدكتور طلال أبو غزاله كلمة في العدالة الاجتماعية والتعليم وفي المنحنة البيئية قدم الدكتور نزار حداد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية كلمته في البيئة والزراعة الذكية ومن جهته تحدث مدير مركز الكاتوليك للدراسات والإعلام حول تأثير الإعلام على الثقافة المجتمعية وانتهت الجلسة بتوزيع الدروع التكريمية للسادة المتحدثين أهم شيء خلال المؤتمر أنه عم يكون فيه احترام لكل اللغات لكل العادات والتقاليد يلي هي مختلفة كتير ويلي هي كمان بتميز البلدان المشاركة بالمؤتمر فكرمال هيك اللغة إن كان اللغة المحكية أو اللغة المقروقة أو المسموعة أو الفيديوز طريقة العارض الألعاب كسر الجليد كلها تقنيات كتير حلوة أول شيء بتكون عم بتقرب المحتوى يلي هو كتير إذا بدنا نقول معقول يكون صعب أو معقول يكون شوي يعني في هيك الكلمات يمكن ما تكون كتير مفهومة لطلاب طالما نحن كمان عم نشمل طلاب فأكيد عم يكون فيه احترام لكل هيدا الاختلافات عم نحكي في عنا بأشخاص مشاركين يعني من مختلف من مختلف الدول من مختلف كمان طيب إذا بدك تقول لنك في عنا الدكاترا في عنا الطلاب في عنا كمان عم من ناحية الشبيبة في عنا أشخاص المسؤولين في عنا أشخاص المناسئين الخبراء والأشخاص كمان يلي من قداما الشبيبة أعمارهم كبير فأكيد كل هيدا خبرات نستفيد منها وكان المؤتمر العالمي السابع عشر للشبيبة الطالبة المسيحية قد انطلق بالقداس الافتتاحي في كنيسة الراعي الصالح مركز سيدة السلام والذي ترأسه الأب الدكتور جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي في الأردن بمشاركة البطريركي السابق فؤاد طوال وعدد من كهنة الأردن والدول المشاركة في المؤتمر وبحضور مميز من أبناء شبيبة الأردن وعائلاتهم وأبناء الشبيبات من مختلف أنحاء العالم وفي العظة يوجه الأب شويحات أبناء الشبيبة ليدركوا ما عندهم من مواهب ونعم ليقدموها بهمة لخدمة الوطن والكنيسة ليس عندنا فقط أزمات ومخاوف لكن عندنا الكثير من المواهب ومواهبنا ومواهبكم كثيرة وهي على أنواع لكن نستمدها كلها من روح الله الواحد الخدمات على أنواع أحبائي لكل منكم موهبة فيكم الحكماء فيكم الأذكياء فيكم القادة والمتفائلون وأصحاب العقول النيرة المتعمقين في المعرفة والقوة والسزاعة والسهادة المطلوب منا كثبيبة أن نسخر هذه المواهب لخدمة مجتمعاتنا وسبابنا وكنائزنا وزميع الحركات التي تعمل على إثراء الناس هذا من وزهة نظر علمية تزريدية بوضع أنفسنا آية وراية وراية وأدوات لنسر المعرفة والارتقاء بالإنسان إلى أعلى مراتب الإنسانية وثمن المرشد الروح العام للشبيبة المسيحية في الأردن الأب وجد طوال في كلمته الجهود المشتركة المبذولة في سبيل إقامة هذا الحدث المهيب على المستوى العالمي وأن الشباب قلب الأردن النابض ونور يصطع في الكنيسة اجتمعنا اليوم الشبيبة من مختلف أنحاء العالم لقراءة جديدة لعالمنا والانطلاق جديدة نحو مستقبلنا لذا أحيي باسمكم جميعا باسم البطرياركية اللاتينية وباسم الشبيبة الأردنية بكل إخوتنا وأخواتنا القادمين من مختلف دول العالم أبناء الشبيبة أدعوكم جميعا إخوتي وأخواتي للصلاة من أجل كل شاب وشابة يقدمون ذواتهم من أجل الوطن والكنيسة وضمن فعاليات المؤتمر أقيم قداس الأحد في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام طريق المطار وقد ترأس القداس سعادة السفير البابوي المطران دالتوزو بحضور أعضاء الوفد وجمع كبير من المؤمنين في سر قيامة المسيح ربنا نستمت الغفران ونهتف مباركو من بي صلبه أتقانم إلى التغيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر وضمن أعمال المؤتمر العالم السابع عشر للشبيبة الطالبة المسيحية أقيمت على مسرح الجامعة الأمريكية في مادبة ندوة حول التعليم تضمنت كلمة ترحيبية من الأمين العام للشبيبة في الأردن السيد إبراهيم المسلم قال فيها إن الشبيبة شريك أساسي في مجال التعليم وما يرى في تأثيرها على منتسبيها لشاهد على أهميتها ودورها في بناء الأجيال بعدها أبدى الدكتور مأمون عكروش في كلمته تأكيده على أهمية الوعي ومواكبة المستجدات وتكاتف الجهود فيما يخص الشباب لصناعة مستقبل مزدهر ومتقدم دون تهميش الجانب الإنساني في حياة المجتمعات والثقافات واختتمت الندوة بإرقاء العديد من الكلمات حول التكنولوجيا والإنترنت والتعليم الأكاديمي والحر وغيرها من الموضوعات وعقبها حفل توزيع الدروع على المتحدثين ترجمة نانسي قنقر